ينضم إلينا من غزة سمير زقوت نائب مدير مركز الليزان لحقوق الإنسان أهلا بك سيد سمير على شاشة الغد كيف قرأتم صدر عن محكمة الاستناف في هولندا بشأن هذه القضية يعني أنا أعتقد أن هذا القرار يشير بشكل يعني لا يدع مجالا للوبس إلى حجم التسييس والضغوط السياسية التي يخضع لها حتى القضاء في الدول التي تعتبر أو تعد دولا ديمقراطية عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة يعني رد الدعوة تحت هذا التبرير أو هذا المبرر هو يعني أنا أعتقد أنه مثير للسخرية لأنه مبادئ نورنبرغ التي بناء عليها حكم النازيون على ما اقترفوه من جرائم في التاريخ الإنساني كانت واضحة بأنه لا يمكن التذرع بالحصانة أو بأن مرتكب الجريمة أو مرتكب الفعل كان ينفذ قرارا رسميا للدولة أو كان موظفا رسميا وينفذ القرارات والتعليمات هذه كانت واضحة جدا أنه لا يمكن التذرع بهذا وأنا الأفراد مسؤولين عما اقترفوه من جرائم ولا يجوز أن تتخذ هذه الذريعة اليوم يعني أوروبا الغربي كلها عبر سنوات من الضغوط الإسرائيلية رضخت وعطلت الولايات القضائية العالمية عدتك أساس سمير تقصد أن الضغوط الإسرائيلية هي التي غيرت موقف المحكمة الضغوط الإسرائيلية غيرت القوانين في أوروبا يعني النظام القضائي في معظم دول أوروبا كان في السابق يتيح الولايات القضائية العالمية الانترناشنال جورس ديكشن الناشئ عن اتفاقيات جينيف أن كل دولة مسؤولة ليس فقط أن لا ترتكب انتهاك بل أن تمنع غيرها من ارتكاب انتهاكات وأن تلاحق وتسائل كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة ومنظمة نتيجة الضغوط الإسرائيلية غير أو عدلت كثير من القوانين لتحصر هذا الحق فقط في مواطنين تلك البلدان يعني إسماعيل زيادة لأنه لديه الجنسية الهولندية كان من حق أن يرفع دعوة أمام المحكمة الهولندية وبالتالي جاءت الذريعة أيضا بأن جانيث وقائد سلاح الجو يتمتعان بالحصانة لأن وقت ارتكاب الجريمة كان يمثلان الدولة وبالتالي يتمتعان بالحصانة لذلك أنا أعتقد أن هذا يتعارض مع أبسط وبديهيات العدالة مع قواعد القانون الدولي خاصة العرفية عندما نتحدث عن محاكم التي شكلت لمحاكمة النازيين كان هذا الأمر واضح ومحسوب يعني لا يوجد اجتهاد مع قواعد راسخة وواضحة وجرت محاكمات عشرات المحاكمات بناء على قواعد واضحة بأن العمل في الوظيفة الرسمية لا يحمي ولا يشكل حصانة ضد ارتكاب جرائم الحرب كل من يرتكب جريمة يحاسب عليها بغض النظر كان يشغل منصبا رسميا أو غير رسميا على العكس من ذلك هي عندما يكون الشخص يمثل منصبا رسميا كوزير دفاع أو قائد سلاح جو يعني يجب أن تكون المسؤولية أكبر وأعظم من المجموعات من غير الدول يعني المجموعات المسلحة التي لا تمثل دول على العكس من ذلك أنا أعتقد أن المسؤولية هنا أكبر لكن القضاء لا يستطيع وأنا أعتقد أنه لازال الرأي المجتمع الدولي وخاصة دول أوروبا الغربية هي من يحمي دولة الاحتلال هي من يحصن إسرائيل مع كل هذه العقبات التي تضعوا إسرائيل أمام الكشف عن انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني واستمرار لانتهاكاتها خاصة في قطاع غزة والحرب الأخيرة والحرب القبل الأخيرة إذن ما الذي يمكن أن يفعله المواطن الفلسطيني في هذه الحالة؟ يعني استدراكا دولة الاحتلال تسعى لإسكات أي صوت ينتقد انتهاكاتها أو يفضح وينشر انتهاكاتها وربما تصنيف ست مؤسسات فلسطينية بالإرهابية جاء من هذا المنطلق الفلسطيني في غزة دائما يتمسك بالأمل أنه سيعتي يوم وينتزع حقوقه ويعاقب من ارتكبوا جرائم بحقه لذلك نحن نواصل العمل من هذا المنطلق من منطلق أننا نتمسك بالأمل أنه في المستقبل ستتغير سيتغير المجتمع الدولي ستتغير مواقف الدول بحيث يمكن أن تتاح فرصة تسمح فيها بملاحقة ومسائلة مجرمي الحرب من الإسرائيل لذلك نحن نعمل نرصد ونوثق ونرسل شكاوي اللجوء إلى المحكمة إلى أي مدى تساهم في فتح هذه الجرائم حتى لو قُبلت بالرفض لم أسمع السؤال اللجوء إلى المحكمة إلى أي مدى تساهم بالكشف على الأقل على الأقل يعني قضية زيادة أثارت الرأي العام في هولندا تقارير تلفزيونية ريبرتاجات أعدت ونشرت في الصحفة الهولندية عن حادث مقتل أو قصف منزل عائلة زيادة في عام 2014 والضحايا الذين سقطوا وبالتالي أنت أيضا هذا يساهم في معركة الوعي وعي الرأي العام لأنه هناك رأي عام ناهض مؤازر للقضية الفلسطينية يعني نحن نواجه العقبة مع مواقف الدول اليوم في أكثر من بلد بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تغيير في الرأي العام وإن بدأ طفيفا إلا أنه مهما لصالح دعم وإسناد الفلسطينيين في معرض مطالبتهم بحقهم في الحرية والاستقلال وحقهم في الانتصاف من الجرائم التي ارتكبت بحقهم السيد سمير زقوت نائب مدير مركز الميدال لحقوق الإنسان كنت معنا من غزة شكرا جزيلا